أطفال اليمن قد يموتون أثناء الولادة وربما إن حالفهم الحظ سيعيشون شهراً واحداً من العمر لكنه حظ قد لا يصعفهم طويلاً فالإسهال والالتهاب الرأوي وسوء التغذية أمراض تتربص بهم وبسهولة قد تفقدهم حياتهم حسب منظمة اليونسيف كل عام في اليمن يموت 66 ألف طفل دون سن الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها حسب ما نشرت ممثلة منظمة اليونسيف عبر حسابها الرسمي بتويتر ميرتشير ريلانو وفي تغريدة ذاتها لفتت أيضاً إلى أولئك الذين يقتلون في عدة محافظات نتيجة الاقتتال في البلاد مشددة على ضرورة إنهاء الحرب تهدد الأوبئة والأمراض السكان جميعاً ولا سيما الأطفال أضعف الفئات السكانية والأكثر عرضة للإصابة بسبب انخفاض المناعة وسوء المدخول الغذائي والظروف المعيشية غير الصحية في بلد تتهدده المجاعة ويعاني من أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه الحديث النظام الصحي المنهار سبب إضافي يزيد من معاناتهم ويقلل من فرص نجاتهم خاصة وأن أكثر من 50% من المرافق الصحية لا تعمل بكامل طاقتها وتعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبية الأساسية ومما يزيد الأمور سوءاً أن الأطباء لا يحصلون على أجورهم ما يدفع بعضهم للمغادرة بحثاً عن حياة أفضل الجوع والمرض والألم هو كل ما يعرفه الأطفال عن الحياة في هذا البلد كما لا أمل في مستقبل أحسن حالاً ينتظرهم بسبب حرب لم تبق على شيء